لازم يكون مهندس المعماري موجود يعني في حقب زمنيات في الكويت كان وجود المهندس المعماري مو في ذاك الأهمية يكون هناك فيه مكتب هندسي يكون فيه هناك عدة مهندسين سواء من اختصاصات مختلفة بس مو صاحب المكتب أو المصدر الرئيسي فيه خنقول متابعة الأعمال التصميم والأفكار لديه كان مهندس معماري هذا الموضوع وادي تغير في فترة أخيرة صار مهندس المعماري هو اللي ماسك المكتب هو اللي تابع الأعمال للأفكار الجديدة وتطويرها وتوصيل فكرة العميل إلى التطبيق حق الموقع أو الفكرة النهائية أو المنتج النهائي من المشروع وين تنتهي مهمة المكتب المعماري هل بسلب قبل البناء أو بعد البناء شوف الله يسلمك أنا ذبت حجة عن تجربة آن الشخصية قاعدت تنتهي لما نسكر الباب ونسلم عليهم ونوديهم هدية البيت لسبب لأن هذا ليس فقط ديزاين هذا عبارة عن أنت قاعدت تدرس حياة هذا الشخص الآن والمستقبلية ما هو التغييرات التي تحدث في هذا البيت بعد 10 أو 15 سنة ما هو المتطلبات الحالية تصميم جميل يطابق أو صيانة قليلة وهذا مطلوب حاليا نريد تقليل الصيانة مع الأسف هناك أشخاص يذهبون إلى ديزاين جميل قد لا يكون مدروس من حيث الكلفة المالية أو طريقة التطبيق وفي ناس عندك ممكن يكونون كمقاولين أو جهات منفذة لا تستطيع تنفيذ هذه الفكرة فواجب المهندس المعماري من المرحلة الأولى قبل إطرح هذه الفكرة أن يتأكد هل ممكن تطبيقها تناسب هذه العائلة كعدد أفراد أو كمثلا خطة مستقبلية لهم أو لا فدورة مستمر آلة بالنسبة حقي إلى انتهاء المشروع نعم